لما نتكلم عن صناعة السيارات فإحنا بنتكلم عن واحدة من الصناعات الثقيلة الحيوية اللي بتسهم بشكل كبير جدا في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل في السياق ده بتنظر الحكومة لتوطين صناعة السيارات كفرصة استثمارية استراتيجية هدفها هو تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحديدا وإحنا بنتكلم عن التحول للأخضر وده طبعا من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الهمة والمتنوعها والمتنوعها أبرزها تصنيع السيارات الكهربائية والاستغناء تماما عن السيارات اللي بتعمل بالبنزين والديزل هتكون بداية 2035 هي مرحلة التوجه إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية حتى عام 2050 على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي تم بالفعل البدء في التوجه لهذه الصناعة المهمة وده من خلال توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص وبالفعل بنجد أن مصر بتاخده خطوات واسعة جدا في هذه الصناعة السقيلة صناعة سيارات الكهرباء وتوجهات من القيادة السياسية تحديدا سنة 2023 بالتوجه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات عن صناعة وتوطين صناعة السيارات في مصر عموما بنفتح نقاشنا النهاردة في فقرتنا الرئاسية في التساعة مع اللواء حسن حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنع السيارات سيادت لواء أهلا بحضرك معنا يا فندم منوارنا في التساعة أهلا بحضرك أهلا بحضرك بداية كده أهمية التوجه لمسألة صناعة السيارات في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمار إحنا ما بنيجي نتكلم على صناعة السيارات بنتكلم على صناعة استراتيجية يعني إيه صناعة استراتيجية مش كلمة كده استراتيجية معناها أن هي بتلبي المطالب التحرك والانتقالات والتجارة الداخلية يعني بالنسبة للحياة المدنية وقضاء الأعمال في نفس الوقت هي مهمة جدا للناحية العسكرية ترجمة نانسي قنقر